الواحد ما بيرتحش غير في بيته بس بصراحة بيوتنا فيها شوية عجائب كده عنب انا النهاردة جاي اكلمك عن عجائب البيت المصري زي ايه؟ زي التشابه ما بين البيت المصري وبيت الاشباح في جملة شهيرة كده في كل بيوت المصرية من غير استثناء بتاعتك انا كنت احطيت هنا بايه دي بقى راحت فين بقى اختفت يعني يعني الارض انشقت وبلعتها عفريت اخدها يعني الجملة دي بتاعتنا احنا بس بقون الله لا تسمعيهاش في اي بيت في العالم عمرك سمعتها بالفرنسوي؟ استحيل اترجم ازاي انشقت وبلعتها دي ما فيش زي مثلا يا ابن انا بنادي عليك بقى لي الساعة لما صوت تنبح ما تردش عليها ليه؟ وانا قاعد في القوضة اللي جنبها صحي ومركز ومش مشجل مزيكة وبكامل قواية العقلية ما سمعتش عاجة يبقى بسم الله الحفيظ ساعات بقى بتتطور وتقول لي ما سمعتنيش وانا بسقفلك لا انا سامعك بتسقفها يا ماما بس فاكرك مبسوطة مثلا شوية بترقصه جوه فيه جولة زي احتفال اي حاجة يعني انا مش فيها ايه ايه سقفتلك دي مش فيها ايه ولا اهواجي بس برضو البيت المصري فيش وقت عجايب بنت حلال لذيذة يعني تلاقي بيت مكاوم من اب وام وثلاث ولاد مثلا مرتب الام على الاب على الحوافز على البدلات على كله ثلاث تلاف جنيه الولد الكبير في جامعة خاصة البنت مخطوبة وبتتجهز وخطبها وعليتهم راشقين في البيت كل يوم ولازم يأكلوا ماكارونة بشاميلة وبوفتيك في كل مرة الولد الصغير في سنوية عامة وبياخد دروس في كل المواد بتمرن كمال اجسام وبيروح يوميا الجيم بيستهلك بروتينات كتير وجدتهم عايشة معاهم ونفسها في المنجا الفاصل يا عيني قبل ما تموت والدنيا ماشية تلات تلاف جنيه وفلة ماشية ازاي بقى؟ هتش عارف عجائب البيت المصري من الظواهر الخارقة في البيت المصري برضو البتاع ايه البتاع ده؟ انا هموت وعرف البتاع ده هو شيء مبهم غير مميز بقى شكل من الأشكال لكنه مفهوم ضمنيا ما بين أفراد الأسرة جوه البيت الواحد ده تعريف البيت يا شريف هاتلي البتاع بتاع البتاع المدورة اللي اسمها ايه دي؟ اللي بتاع مبارح من الراجل اللي ببيع البتاع اللي بالجملة ده بص هتلقيني حطها في البتاع الإزاز اللي فوق البتاع اللي بسطح بتاع حديد جنب البتاع القديم لا يا بابا ده بتاع الجيران ده مالكش دعوة بيه تلقى الولد راح في ثانية وجابه ورجع عادي جداً معه البتاع من غير أي سؤال فهم طبعاً من أشهر وأقدم الزوهر في البيت المصري ظاهرة اختفاء فرد الشربات لدرجة أن العلماء بدأوا يحطوا كاميرات مراقبة في الحمامات والبلاكونات والغرف المقفولة علشان يدوروا ويشوفوا الشربات بتروح فين يعرفوا مكان الخرم اللي الشربات بتتشفت فيه السوق بالاسود اللي بيبلع الشربات ده طبعاً فيه مشاكل كتير بتترتب على موضوع ضياع الشربات ده يعني بيحصل انعدام ثقة أيوة ما بين أفراده للأسرة والله يعني تلاقي بتقول له مثلاً وديتي فرد شرباتي فين يا منال قالعت فردة الشرب فين يا حسين انت خلاص بقى التخوين ورمي التهم ونطعن في شرف بعض كده ده أسهل حاجة مفروض حضرتك الشربات بعد كده تتباع ثلاث فرد ده اقتراحي علشان الطبيعي ان فيه فردة بتختفي للأبد بعد أول غسلة دي دورة حياتها قدرها كده واتنين بيعيشوا مع بعض خلاص اعملوهم ثلاثة اعملوهم صح بقى برضو من عجاب البيت المصري منطقة تحت السرير ده عالم قائم بذاته حياة تانية خالص يعني جربي كده حضرتك حاجة توقع منك تحت السرير انزلي هاتيها وهتشوفي عالم وازي العربية برمود كنترول اللي ضاعت منك وانت عندك 4 سنين في الكويت جاز مسترزات رغم انك ملكيش في الكورة بس عا كان عندك واحدة بندقية رش ورش وبنبناية بقفلتها نوعها ملوكي او العبد ايام ما كنا بنصنع بنبوني محلي الكورة اللي شطيها وضاعت منك وانت في رأس السدر خلك اللي تقطعت اخباره من العراق عربية عمك اللي تسرقت في التمنينار تحس كده ان دي فجوة زمنية وتفتحك انا واحد صاحبي واقع منه حاجة تحت السرير بعت ابنه يجيبها له الولد مرجعش وكات مقساة ايه ده طب وإيه اللي حصل لصاحبه لا هو خلف تاني عادي بس سد بقى تحت السرير دي بقى سمنت عشان لقى عددهم بيقل الفهمة في البيت كل يوم في حد مش موجود تحت السرير بيدخن يعني الحمد لله بقوا كويسين دي لوقت عندنا كمان من ظواهر البيت المصري ملف مهم جدا وحساس اللي هو ملف الحاجات البيتي زي المربة البيتي العصير البيتي الكنتاك البيتي الكشر البيتي البسبوسة البيتي المشهورة دي طبعا الحاجات دي بتبقى منتجات فيها ملمح من ملامح المنتج الاصلي ملمح باهت كده بعيد بس الستات بيبقوا شايفينه انه هو بالظبط وبيتفوق على المنتج الاصلي في حاجات كتير جدا يعني المربة البيتي دي حضرتك بتبقى يبتبقى جيلي بالفاكهة بس تقيل سيكة الكنتاك البيتي دي فراخ مسلوقة محمرة ملزوق فيها فتا فيتي عيش بايت ومداس عليه كده ومحطوطة في زيت كان مقلي فيه بتنجان قبل كده الكشر البيتي ده طبعا أساسه ببقى كميات مختلفة من بواء الرز بتاع الحلل بتاع الشهر اللي فات كله يتزنجف كده بشوية مكرونة مشكلة شوية عس وصلصة وتعشت البسبوسة البيتي بقى دي كيكة اسفنجية عادية خالص بس السفنجة شربة شوية شربات زيادة بس كده كل التقييف ده وإعادة التدوير بيسمي زورا وبهتنا بالحاجات البيتي وبتفعوا فلوس كتير ويتعبوا جدا عشان يعملوا مثلا كحك بتلاقي البيت مقلوب وبدرة ودقيق في كل وسكر ومش فاهم ليه وانا لازم هيكل طبعا الكحك البيتي ده وهيص بقى وأترقص من الإعجاب انا عايز حاجات عادية عاوز كحك عادي وما تتعبيش نفسك يا ماما بالمنظر ده ارتاحي في ظاهرة عجيبة جدا بقى ظاهرة تنظيف البيت المصري تنظيفة تمام التمام امتى قبل السفر؟ وبشرة ننتعى البيت نتعة مفتخرة نقفل ونسافر نرجع نلاقي مليان ترابة عادي كده فلنظفه تاني من الأول وجديد نفس التنظيفة بالملي وبمنتهى الهمة والنشاط والسعادة من الظواهر الغريبة جدا برضو عندنا في بيوتنا فكرة تأفيل البلكونات مش عارف ليه؟ احنا بنتضايق أو من أي بلكونة ووجودها في البيت بيوترنا وما نرداش نسابها في حالها أبداً لقى البلكونات متر متر ونص حاجة صغنونة كده ونحكم رأينا لقى ندخلها في البيت نوسع على نفسينا نوسع أي أمني دي مفيش ما نهداش اللي ما نعمل كده يعني خلاط الدنيا كده زبطت جوا النص متر اللي كان فيه متنفس ده هو اللي كبر القعدة يعني فيه شخص كمان هينفع يقعد معنا بني آدم واحد نص بني آدم وكان قاعد معنا هو في البلكونا عادي ايه المشكلة؟ ليه المصاريف بقى دي ولايه؟ الفرق مش عظيم قوي يعني من الظواهر بقى الخارجية للبيت المصري هو أنه وانتي قاعدة في البيت تسمعي الباعة الجائلين أغرب حاجة فيه هو إصرارهم على الغموض أنا بفهمش منهم حاجة ندقات غريبة جداً فيه شفرة فالإيه السر في كده؟ يعني انت حضرتك سارح بشوية بصل في الشمس وتعبان طول النهار يعني سهل مأمورياتك عرفني انت بتقول ايه وضح؟ انت معاك ايه البضاعة عشان تخلص وتبيع يا عيّع 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 ايه دي؟ زي يا عيّع لاتي بس ايه اللغة دي؟ ايه قولي بعدين تلاقي ماما تقول بص شب بيبيع ايه؟ مامتي مش عايزة حاجة لا لا نعرف نعرف باحتياطي بص بيقى ما هي مش عارفة وانا مش عارفة بص احتياطي وما منجيبش حاجة ده انا مش فاهم بقى مش ايه بقى حاجات بتختفي وبلقونات متقفلة وبسبوسها بيتي جوا وانا عيّع برا وايه البيت ده؟ عجائب البيت المصري